السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله عندنا محاضرة قيمة عن سريدي برينتينج مع أستاذنا المنسح من حسب. هو مدرس مساعد بجامعة الكاهرة الجامعة الأمريكية ومتخصص فيه وشارك في العديد من البنى المصممة أبرزها مبنى الأبرة اللي يتم إنشاءه في العصامة الإدارية حالياً وشارك في العديد من المسابقات منها مسلاً المشارك في السيارات المسابقة فراري التابعة للنشط الطلابي هو صاحب مبادرة تعلم للجميع اللي هو عبارة عن إقامة طرش تدريبية للطلاب داخل الجامعات المصرية ومشاركة الجامعات الأمريكية والعربية وزار أكتر من عشر جامعات وتم استضافته في قناة البي بي سي لعمل المقابلة معه للحديث عن المبادرة التعلمية والنهارة إن شاء الله هنستمتع بحاجة عملية زي إن شاء الله على الرجل وزي إن شاء الله أكتر من البرنامج عشان نطلع منتج بالفابريكيش فشكراً يا دكتور أنا شكراً هنا في حد بعض حاجة نعايزين نبقى محكس السلوعين شامس ماشي مزاك بطل طبعاً أنا طبعاً شكراً لك نور وطبعاً شكراً لبشونس وعمر وشكراً لبم أريبيا يعني من الناس اللي بازروا مجهود رهيب في تغيير الواقع اللي هنعايشينه إن شاء الله الدنيا تكون أفضل مع الوقت يعني أنا طبعاً هتكلم نهاردة عن سريل برينتنج هقدم لكو نفسي طبعاً تقديمة سريعاً تعرفين حسب غيثة يعني ما نفعش عادة بورثة زي دي خلينا نقول إن أنا حسب شغال في جاعة أمريكية من 2014 ماسك الفابريكيشن لاب بتاع الجامعة وشغال في هندسة عين شمس وطبعاً سينيور ديزاين في جامعة مونسين سشرين وشغال راينو من 2007-2008 كانت زع حديد عمل الديزاين لمبنى كان هيتنفس في القرية الزكية طبعاً يتنفس أو لا؟ ده موضوع تاني مش موضوعنا بس أنتل الوقت ده وأنا شغال راينو شغال طبعاً جراسوفر وهكذا وشغالت دلوقتي في الدكتوراه بتاعتي في الماجستير كنت عامل بلوجينز اللي هي علاقة بإيه التأكسراكشن فور فابريكيشن هو ده ميل للريسرش بتاعي طيب عشان ما نرغيش كتير الكيو أر كود ده هيوديكوا عندي على اللينكد إن والكيو أر كود ده هيوديكوا عندي على فيسبوك الناس اللي ما تعرفنيش تقدرنيها تدخل عندي على اللينكد إن أفضل طبعاً هتلاقي full detail أنا مين بشتغل إيه وممكن يستفيدوا مني في إيه أي حد عنده أي سؤال في أي حاجة إيه بالو طبعاً يبعث لي أن تحت أمر أي حد وناس عارفة ده طيب خيأة بقى ندخلوا النهاردة في الجد أنا بصراحة النهاردة ما عنديش المنتاليتي إن أنا أعمل نظريه بريزنتيشن نظريه أهلاً وسهلاً بيك يا زويربي عنديش استعداد نعم بريزنتيشن نظريه بصراحة النهاردة عندي تارجت إن إحنا ندخل على طول في الصفت ويه طيب وطبعاً الناس كتير أنا بحب إن أنا أكلم الناس ما بحبش إن أنا أبقى وانت شانل كده أنا بقوله الناس بس سمعاني فطبعاً فيه إنك تريز هاند في الزوم أو إنك ممكن تعمل أون ميوت وتتكلم بس طبعاً تطلب عشان لو كذا واحد طلب يسأل طبعاً العدد كبير وما الدنيا ما تضربش مننا هنحاول على قد ما نقدر نشتغل وزين التايم فريم بتاعنا بس أنا طبعاً هجوب أسلت الناس كلها إن شاء الله طبعاً قدر المساطة مش هتأخر على حد طيب صراحة السنة الفاتت 2019 شوية طاقة إيجابية طبعاً إحنا عادين في البيت أنا في المكتب بس أم رواحتش الحمد لله طبعاً والمعمار الشاطر بيتصرف ما بيعتلش فكنت عامل حساب إن أنا رواح بدي وعمل بيزنتيشن من البيت بس تشاهد الأخدار يعني فهنعمل بيزنتيشن عن في المكتب بالمهم أيضاً شوية ضغطي بأنرجي أنا دلوقتي في شاكيب كرياتيف هاوس بعمل بيزنتيشن السنة الفاتت في 2015 كنت عاماً كنيل في الانترناشنال يوزرز ميتينج في فنلندا أزا سبيكر يعني بنكلم على الفابريكيشن وهكذا هذا إفنت لطيف ممكن الناس تتابعه وكنت برضه في شانجاي يانج أورد في شهر سبعة بالحالة للفضلة ربنا يعني يمكن ده حاجة جديدة خلص وفيش أي حد يعرفها إن أنا من الكوميتي بتاع ديجيتال فيوتشوز يونج بريزنتيشن اللي هي نزلت الإعلام بتاعها من كام يوم يعني ده أحدث أبديت يعني الحمد لله طيب طبعاً هتكلم عن سريب برينتنج النهاردة وتقول لكم أنا عندي تارجت رئيسي إن أنا هتكلم على البروست نفسها عايزة أفتح السوفت وير بصراحة ونتكلم عليها ولو إن البروست على السوفت وير مش كبيرة بس أنا حبيت أشير بعض الأمثلة اللي أنا شفتها بعناية لما كنت في فنلندا كان من شغل أشيش مهيتي فأنا طبعاً كاتب اسمه عشان الراجل ده لو دخلته على اسمه وشفته الحاجات اللي هو مطلعها هتلاقوه مطلع حاجات مجنونة جداً حاجات كتير تستحق الناس تبص عليها يعني الراجل ده أنا شايفه هو شاب صغير بسم العلماء يعني ثريب برينتج مش بس بيمشي على البرينتينج باث بتاعه ولكن لو أنا بصيته عندي على الماوس هنا هتلاقوه إن هو بيلعب في التايمينج يعني إيه حسب يعني البرينتر بتأداتي في مانيشاكتشرينج فبتمشي على باس محدد وهي بتنزل الليرز دي على بعض عشان تديني الثيك ماس لأ هو بقى ما بعملش كده بس أنا عندي الماكينة ماشي على البط بتاعها ليها تايم ليها تايم في الحركة وليها تايم للديبوزيتينج بيه هي بتنزل الخمات فهو بقى بيلعب بيعمل جليتشينج بيخلي الماكينة تطلغبط فهو هي بتطلغبط اللغبطة دي هو بيتحكم في أو يطلع برودة يعني أنا بصيت على الحاجات اللي تحت دي شكلها بايز بس لأ هو مطلعة كده عن قصة لو باستفاد إيه من الكلام دي حواريك كمان شوية لو أنا قربت أكتر الحاجات اللي أنا شايفها دي هي مش جليتشينج يعني مش غلطة هي غلطة طبعا بس هو فضل انه هيعمل ثري برينتينج على الماكينة يتست إمكانياتها إمكانيات ثري دي برينترز لحد لما وصل للليمت لحد لما عارف إمتى الماكينة بتعمل جليتشينج وبدأ يتحكم في الجليتش ده نفسه عشان يطلع على البرودكت جديد نحن أصلا ما تدرش تطلع على يعني بياند الليمت بتاع ثري دي برينتر أو بياند الليمت بتاع ثري أكسيز ثري دي برينتر طيب إيه حسب اللي تطلع حقولنا ده ده سكر يعني عمل ثري برينتينج بالسكر الماكينة بتاخد السكر وتبدأ إن هي تحوله البوليمرات وتسياحه ويرجع تاني يتحول كريستالات فنشوف الأوت برودكت ده يعني طبعا بيتاكل أنا أكلت المهم أنا إياما تكلمت عنها دي بس ولا مرة عملت لها برينتينج الحمد لله أخيرا عارفت اللهم التليفون فهي دلوقتي إيه قدامه في واحدة كمان بس للأسف ما لقيتهاش ده فيديو لطيف جدا من كتر ما هو عمل الجليتشينج قدر يتحكم في تخانة يعني لو إحنا بصين نحس إن هي ثري لييرز على وعض هي كأنها مش مكونا من ثري لييرز المش المكونا من ثري لييرز دي هو بدأ يتحكم في ثري برينتر مع إنها بتعملها دي بوستنج على بعضها بس إنت قدر تفكها من بعض يعني إيه تاني ستيفن مون من الناس اللي هي قلبها ميت قوي ستيفن مون الناس كلها تظهر عليه بس ده اللاب بتاع الشيش مهيتي اللي إحنا شايفينها دي ثري لي برينتر ايه يعني ده ثري برينتر صبعا فيه أنواع اللانهائية النهاردة يتكلم على العدد مش كبير منهم ده باودر برينتنج فيه بلاستيك برينتنج زي اللي كانت قبلها وفيه متل وفيه سكر زي ناريته لكو وفيه بيبر فيه حاجة كثيرة هوريكو بعضهم المهم في دي هي عباره عن هو دخل الديزاين بتاعه زي الجير بوكس بتاع العربية بعته للثري دي برينتر ثري برينتر بيطبع الجير بوكس ده متلون وأوبريتنج زي ما احنا شايفينه طيب ستيفن ما لو انا كتبت ستيفن ما إكسو بيرينس ستيفن ما إكسو بيرينس ده بتاع الشانجهاي فعليك ساي أرك في أمريكا وعمل ساي أرك تشاينا الهدف ايه بقى ان انا عمل اقول ستيفن ما ستيفن ما طبع بنفس الميكانيكا اللي احنا شايفينها دي فستان مراطف بمعنى ايه حسب بمعنى ان مراطف فستان فرح بتاعها كله التحديد متكرمش وتفرد فأصبح حاجة كاملة اللي كان كالسيستم كله كان بنفس البرينتر اللي مطلع الفوننت الصغيرة دي طيب وطبعا نمسكتها يعني مبهرة لما تيجي تشغلها ايه كمان المسك اللي هنشايفين ده أو الوش ده وده انت لو شوكت في الحياة بصراحة هتشوك نوع بني أدم حي الكواليتي مهولة طب انا ليه بوريكم الحاجات دي معنى احنا فاصل ما عندناش قصلا كواليتي البرينتر دي لازم أكون عارف ايه اللي موجود احنا عندنا فاصل البودر برينتنج أو السيراميكس ما بتقدرش انها تطلع ريزيليوشن عالي وفي نفس الوقت بيطلع ضعيف جدا الكلورينج سيستم بتاعها مش جامد بيطلع زي دي بالظهر يعني فانصر اي واحد بيعمل سيراميكس برينتنج هتطلع زي دي مش احسن حاجة لكن الكواليتي دي بصراحة لسه مشوهودة بس لازم نكون عارفين عنه طيب البرينتر اللي قدامنا ده لو واحد من الناس اللي بتسمع البرينتشن بتاعتنا الشغير في مجالك البرينتر اللي قدامنا ده بتاعك اسمه فوديني بيعامل لنا عليه ثري پرينتد باي كده صغيرة انت تقدر تعمل عليه ثري پرينتنج لماذا مغبوزات الجفين الليgency شايفينه قدامنا ده اسمه فوديني دي المركب بتاعته يعني انا قلت لو الناس حابة تدور وتتفرج على الاكل بقولوا ثري پرينتنج من قال انها بنكلم عن ثري پرينتنج البرينتر اللي قدامنا ده اسمه بصراحة هو فكرته عجيبة قوي ده ثري برينتر ورق يعني حسب لو احنا بصنا فوق دي رزمة ورق عادي جدا والألمنت اللي تحت ده ثري دي برينتر ألمنت طب ازاي رزمة ورق طلعت الألمنت هو بيحط الورق يعني انا عندي الورق ده ليرز جوال ثري برينتر فانا عندي الورق الليرز بتاعي ده سواني بقى ايه عشان ابشايف نفسي اببعارف ان انا ايه بايم في الكاميرا الورق ايوة فالبرينتر بيروح قاطع يعني وانا البرينتر شغالة فبتروح قاطع السلويت مثلا كده فقطعت السلويت ده حفرته في الورقة ثابت مسافة فالحتة دي بقت منفصلة تيجي ورقة تانية فوقيها وتروح قاطع السلويت تاني ورقة تالتة فوقيها وتروح قاطع سلويت تالي فالحتة اللي في النص دي بقت زي الايلاند مفصولة عن اللي حواليها لان الماكينة بتقعد تحفر حواليها على ليرز لحد ما تبديه الاوت برودكت على بعضه وكل لير تحفرها قبل ما تحط الورقة اللي بعدها بتسحب الورقة كده وتروح حط الورقة اللي بعدها وهكذا وتلزق الليرز دي ببعض طب ايه الميزة في ده ان الاوت برودكت اللي عندي تحت ده قبل للحرق انا ممكن احرقوا لانها ورق عادي جدا وفي نفس الوقت هو يعني صديق ليه البيئة ليه لانا وكي اعمل للريزلت بتاعتي ليه بيطلع ورق كتير بس في عيل انهار بيهدر كمية ورق رهيبة انا حبيت ايورغولكو برضو لان ده من المكان الجديد خالص ومش اي حد يعرف عنه طيب يعني ده بقى المثال البسيط خالص من الفابريكيشن لابل اللي هناك ان انا عندي الايه الاف دي ام برينتر اللي هو السلك العادي ده موجود في مصر في منه كتير لو اي حد عايز يعمل ثري برينتنج بلاستيك هيلاقي ده موجود في اماكن كتيرة انا اعرف ناس كتيرة فيه ناس في المعادي كويسين اوي اسموهم ضرب 17 يعني اي حد محتاج يطبع يقولي يتبعوا حاجات رخيصة وفيه ناس تانين كواليتي رايبة في التجمع اسموهم بداية محمد فريد برضو ناس كويسين اوي المهم الاف دي ام برينتر ده مشهور في مصر التاني الاس ال ايه مش مشهور اوي بس ليه بعض التطبيقات طيب الفيديو ده انا عرضته قبل كده كزا مر بس عشان لا ما شافوش ده بيكلم على فكرة المتال برينتنج وازاي ممكن يدخل فيه الفساد ديزاين او في البوبليك ارت او 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 بي اي حاج الخير اللي قدامي ده نفس الفكرة بتاعة بلاستيك برينتنج بس بدل ما هو بلاستيك اللفة دي هي اللفة دي هنا زي الأزير بتاع اللحام والشغلة بتاعة الكبيرة دي واقفة على بيز متال فيها نيجاتيب انرجي مثلا والبنطة فيها بوزاتيب انرجي فبتعمل زي قفلة فتبدأ ان يه تنزل الليرز التري برينتج عبارة عن ايه عبارة عن additive manufacturing technique بيننزل الليرز باين خالص في الحديد انوها الليرز انا دايما بحبه بيبتلكون ده لانه واضح قوي الليرز باين خالص وانو بتحط الليرز يعني طبعا حجم الشغلة بتاعتها كبير فواضح فيها فكرة الليرز طيب طبعا الكواليتي بتاعته جميلة وفيه بقى حاجات كتيرة وكبري وبتاعنا يا معرضتهم بس انا حبيت اجيب ده بس من القديم عشان يباين الليرنج تكنيك لو حدا مشافش الليرنج طيب التارجت الرئيسي بقى النهاردة التارجت الرئيسي النهاردة ان انا اعمل 3Printing طيب عايز اعمل 3Printing حسب هل انا بستخدم راينو مش شرط انا طبعا عملتلكم presentation ل my own proposal انا بشتغل ازاي او احنا زي ما قلتلكم انا شايفة عن بركية في fabrication lab فاحنا في الفابرية انا شغليني ازاي انا شغليني على راينو بنروح لي مش مكسر عشان ناوبتومايز بعد كنروح لتسبب ليفاي 3D عشان نجنريت الجيد كود او بان اصع البرينتينج فاك طيب يعني ايه كما نروح للسوفتوار ، لو انا بنعمل بقى ايه new chair هدي وقت ونبدأ ان احنا اولا نتكلم على الراينو راينو اشتركوا في القناة one minute one minute نعود معلش سوري يعني غلط موام طيب احنا قلنا ان احنا هنتكلم على الطريقة اللي انا بستخدمها طيب انا عايز اعمل تريم برينتين زي ما احنا قلنا ففي البروستس اللي انا كنت مرها لكم في البرزنتيشن عشان نكوب بس قبل ما موضوع القاربة ده عشان نكوب في البرزنتيشن قلنا ان انا بستخدم راينو بجنريت عليه الديزاين بتاعي ما كابا روح لي مش ماكسر عشان نكوب تمايز الساب بوردس بعد كابا روح ليه سيمبليفاي 3D عشان نجنريت الجي كود فايل او اديلي 3D برينتر طيب السؤال حسب هل ده الطريقة الوحيدة لا طبعا في بداي لسيمبليفاي 3D ده كتير جدا كيورة وغيره وفي طبعا راينو مش شرط ممكن اشتغل 3D ماكس سكتش whatever ممكن art cam whatever انا عامل المودل بتاعي لأيه طيب الباث ده اللي انا بستخدمه طيب تعال انا بقى نكمل وروح الاول اللي رأينو لو انا في run وعايز اعمل 3D printed object زي ده انا هوريكو اجمالا ثم تفصيلا يعني ايه انا عايز اعمل 3D printing للبتاع ده انا اقولكو ازاي انا عملتو بس بعد ما نكلم اجمالا لأول لو عايز اعمل 3D printing للبتاع ده ف يعني اعمل share للانتائر سكرين عشان ايه يسهل الحركة عايز اعمل 3D printing للبتاع ده اول حاجة عملتها لو انا خدته على طول الطريعة العادية اللي الناس كلها في مصر بتعملها ان الناس بتإكسبورت الobject اللي قدامي ده وتودي STL للapplication اللي هعمل منه data extraction او بمعنى صح الapplication اللي هجنريت منه G-code الناس بتتخطى دي يعني الناس ما بتعملش دي الناس بتنطى على طول لا لازم دي خلينا نشوف لما الناس بتنطى على طول اللي بيأسه بياخدوا ده يودوا OBG file ويعملوله 3D printing او يجهزوا ال data بتاعته طب لما انا جهز ال data بتاعته اللي انا شايفه قدامي ده ده surface بتاع اللي انا عايز اعمله 3D printing واللي تحت ده كله البلق الرهيب ربعمية ستة وخمسين جرام بلاستيك هياخد شوف كل ده مليمتر كمية رهيبة طيب ده انا عملت optimization زي ما انا كنت بقولكو ال optimization طبعا بيسهل الدنيا خالص انا عملت optimization على مش مكسر فgenerated tree structures اللي انا شايفها هنا دي وبعد كده دخلت الايه ال object بتاعي فبدل مكان هياخد لو انا بصيت هنا في القبلي كان الاول هياخد 33 ساعة دلوقتي هياخد 9 ساعات فلو كان هيعمل مثلا هيكلف لو انا بصيت هناك كان هيكلف 500 جرام ودلوقتي هيكلف 90 جرام بس طيب اذا ايه اللي انا بتكلمت عليه دلوقتي اتكلمت على support انا مش محتاج الكمية للصابورتات الرهيبة دي طيب السؤال انا عشان ريت بقى support دي ازاي بس تخدم مش مكسر مش مكسر هو بقى مفتاح المعادلة زي ما بيقوله عشان نجنريت الصابورتات بتاعة الجميلة دي عايز احمد قول لي احمد اللي سأل سؤال طب يعني خلينا نكمل وديني 5 منت and then اسأل براحة قبل ما نبدأ في البتاعة طيب انا مش مكسر انا بقدر اننا لو انا مش عندي مش مقفولة solid امكشور ان هي solid رقم واحد رقم اتنين بجنريت اللي انا ايه شايفها عند دي طبعا انا عاملها رفلي ممكن تبقى اكتر من كده بس انا عملت حاجة سريعة لان انا في الاخر بوريكم الفكرة وعايز ان انا اعمل اطلع البروضر طبعا لو انا هوريكم اودكم انطلعتها ففي كتير طبعا انا اما وريدت الناس ممكن هوريكم بس ما اعطا بالسؤال قولي حمدها كانت سؤالك ايه سامعني سامعك لا هو مش سؤال فضل كان في حد عامل لا لا هو في زرار بس معلها معي اه طيب اوكي نرجع اوريكم ندخل هنا نعمل share تاني يمين طيب لو انا على راين تعروح على راين من الصفر وعايز ابدأ اعمل 3D Printed Object طيب لو انا عايز اعمل 3Printed Object فانا لازم امشهور ان انا شغال صح يعني حسب 3Printing يعني هطبع هطبع يعني الobject بتاعتها ليه ابعاد يعني printer ليها مقاس للسطح البد بمعنى بسمع علمي البد اللي هطبع عليه ليه مقاسات فلازم اعرف الكلام ده انفعش تعلم غير ابعاد ده راقم واحد طيب لو انا عشتغل راين هو اعمل ايه وانس انا فتحت الصوفتوير لو انا فتحت الماجنيفاير بتاعتي وعملت zoom in كده وانزلت تحت وتحركت شايفين كلمة مليميترز انا كده الفايل بتاعي شغال بالايه بالمليميتر لو انا دوست على راية كده وطلو unit setting انا كده ها edit الايه ال unit بتاعتي اختار ان انا هشتغل مثلا بالميترز بالسانتيميترز واتف لو ادار علي السانتيميترز اهي فاقول اوكي كده كل حاجة تغيرت الى السانتيميتر او ان انا هعمل control and هيقول save it changes هقول له no هيفتح لي التمبلتز بتاعتي اختار برضو بالسانتيميتر انا كده عندي فايل جديد كله بالسانتيميتر هبدأ ان انا اشتغل عليه عشان طلع البروتك بتاعي طيب عشان اشتغل على راينو دايما دايما انا بجعش راح راينو بقول ايه بقول يا جماعة انت عندك على الشمال هنا فيه ايقونات كتير وعندك هنا فوق فيه تبات كتير وعندك فوق خالص هنا فيه الحاجات دي وعندك هنا فيه taskbar طب ايه لازم تحسب كم فارغ ده علومة مهمة او اعرفها ان راينو cad cam system يعني ايه cad cam system cad cam system يعني cad cam system يعني ان انا experience بتاعتي في AutoCAD او sketch up او 3d max او whatever انا هقدر عملا بروجيكشن لان هو شبه AutoCAD شوية يعني انا اقدر اعمل search انا اعيز اعمل extrude ممكن اكتب كلمة extrude هيجيب لي كل ما هو شبهها ممكن اكتب اي كلام هيجيب اقرب حاجة للا اي الكلام ده اي تاني لو انا عملت zoom in هنا وبدأت ابص على الائكون كل الائكون اي 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 فيهم هو رسم لي عليها شكل input لو انا قفت عليها هي مين لو الائكون دي بتشتغب lift click وقفت عليها هي هي surface من 3-4 نقط وبتشتغب lift click لو بتشتغب lift click lift click هيتطلع لي right click هيتطلع لي كذا طيب اي اي تحت مسلس صغير معنى كان جواها tool bar تاني المقدمة الطويلة دي حسب خلينا بس نقول ان كل tools بتاعت رأينا موجودة هنا ده اول مكان تاني مكان كل tools موجودة هنا تالت مكان ان كل tools موجودة فوق رابع مكان ان كل tools اقدر اكتب عنها هنا ويبدأ اديني الprobabilities بتاعتي طيب معلومة كمان نضيفها لطيفة نحب الناس تعرفها انها لو بصت هنا فاني عندي icon مرسوم فيها lines البيضة دي متوازية وبعا كان فيه product ازرق دي عامل دير ما يدور ايه حسب ده لو انا جيت وقفت على دي مثلا كاتب لك loft ورسم لك حاجات متوازية لو قفت على دي كاتب لك surface من 2 3 4 edge ورسم لك هنا الله بيادر ما يدور انا هقول لك من دلوقتي اعرف ان rhino design بشكل creative جدا الicon نفسها مرسوم فيها شكل input الخطوط البيضة دي input والازرق ده out product رقم 1 رقم 2 عشان اشتغل انا مش محتاجة بحافظ اي حاج انا حمار يعني اي معرفش اي حاج مش حافظ اي واحدة في مع ان انا شغل من 2 7 يعني من التكلم في 12 سنة مثلا 13 سنة بس انا مش حافظ ولا احد كل مرة بعمل اي لما بدوس على الicon واطلع فوق select curves to left ورح مازج curve الاولاني فمش عارف اجيب الكيرفات من اين حدوس escape cancel command اروح تنازل انا عندي off اريد اقول polyline line segment اطبع control point curve انا اقول تعالي انشتغل control point curve well enough المهم عمل scale down ورح تراسم curve مثلا كده وعايز اعمل نسخة منه انا كاين ممكن ناخد coffee تانية من نفس الكيرفات دي تعال ناخد coffee كمان كده وبعدين حسب ممكن نقدم ده قدام شوية كده and then once انا عملت ده عايز اعمل loft عايز اكبر دي عايز اعمل loft اللoft احنا اقول اي تعال zoom in تاني لو انا قلت على دي اللoft رسم لخطوط ضدم توازية انا احمار مش لازم افكر يعني اعم مش لازم احفظ هطلع فوق دايما اطلع فوق select curves tool once ان انا انا مسكت اول curve انا خليت التالت كرفات اهمت زي صورة الايكونة بالزبط اهم رح مسك الاولاني اول ما مسكت الاولاني مسكت التاني رح مزود لي هنا press enter window done ورح مسكت التالت ماهونا بيقول لي ممكن تلاتة ممكن زي ما انت عايز في الاتجاه ده قلت له اوكي كده طلع عندي تعان صغر بقى تاني عشان ايه امكانياتي مش هتستحمل الشاشة zoom بقى اودي اوكي انا كده اصبح عندي ايه الاوت product او surface هدوس هنا وقول shaded mode فبقى shaded الله عليك انا دلوقتي شايف surface بتاعي طلع من اللاخ جميل طيب ده tutorial سريع قوي مين هو rhino plus انه انا اشتغل layering افتح وعمل new layer واسميها حسب لي كده انا كده عملت layer جديد اينفع اخليها اعملها hide اعملها lock اعملها انا عايز امسك object بتاعي right click اقوله change object layer فانا قلت كاني شغال autocad بالظبط فتعامل براحتي كاني شغال autocad طيب المهم انا اعمل 3D printing طيب انا عارف ان الbit بتاعتي جمع 20 20 20 20 ف هعمل ايه والله انا عادة بحب ارسم لنفسي ال volume عشان ما اتطبطش طيب هرسم ال volume ازاي هرجي هنا جاي بقيوب اقوله انا اعيز 20 سنتي 20 سنتي 20 سنتي انا دلوقتي اصبح عندي اصبح عندي 20 في 20 في 20 جميل بعد كده هطلع بوق curve from object duplicate edge وانسا عملت duplicate edge واخترت ال edges كلها اقدر امسك ده وامسح فدلوقتي اصبح عندي edges اللي هي all around همسك ال edges اللي هي all around دي وعمل لها group انا دلوقتي اصبح عندي edges all around ده ال bed بتاع انا عايز اعمل جوا بقى object بتاع طيب انا كحسب عملت object very simple لانا ويفتع لده هيرسم rectangular plane هرح تراسم هنا rectangular plane حالو طب رسمته ازاي حسب اخترته بصي فوق قالك first corner of plane اخترت first corner قالي second corner of plane او other corner or length whatever انت عايز تعمل ايه حطيته جميل once in inter surface ازاي ده ممكن تدوس F10 يفتح لك control points طب في بعض اللابتوب بات F10 دي لمضي الفرح بقى click word number بقى والصوت عالي ومور جان فشلت خالص تعال هنا هتلاح حاجة اسمها ايه show control points طيب مهمة حسب بعدين ادى ان احنا نحرك الكلام الجميل ده ايه اللي طلع عندي انا عندي four points فبدأ يحرك الشكل اساس طيب والنفرض عايز اعمل points اكتر في طريقتين ممكن اعمل rebuild بالsurface بتاعي حامنتين عدد نقط قليل خليهم سبعة مثلا third degree يعني organic يعني ورجعني خلينا third degree once ادوست f 10 هبدأ العب في points بتاعتي واعدل فيها كده انا اعمل بس اي حاجة دلوقتي نشرح عليك and then رحت جاي هنا ومسكت points بتاعتي وبدأ تحرك points دي كده بعدين انا عندي دلوقتي ده ايه ده surface حلو هل انا اعمل 3 printing للsurface لا انا ايه الconstrains اللي عندي في reprinting عندي constraint رقم واحد المقاس اللي على الارض constraint رقم اثنين الhide بتاعي ماينفعش اتخطاه ايه كمان انا ماينفعش اعمل ده كده surface اه جميل لما بمسكه ايو انا امسكته عملت zoom ان وبصيت فوق او او امسكته هكتب لي هنا حلو اوي بانا دايما هبص هنا هقر انا ماسك ايه وبعدين حسب ده surface ده single surface يعني تخانته صف ليه لان الراينو بيعمل presentation للobject الخطوط دي كلها مش حاجة ده بس عشان represent الموبراند او 3D dimension بتاع الobject المهم خلاصة قول ان دي في الاخر sickness ده zero ورقة شعرة مش موجود ماينفعش عملية three printing طيب لو انا شغال plastic printer فانا مثلا عندي sickness minimum لحد خلان قول ملي ونص خلان قول 3 ملي عشان ما تكسرش لان طبعا printer ليه nozzle ليه head ليه رأس الرأس دي اللي هي بتاقدة تنزل الفيلمنت بتاعي او الخامة بتاعت اللي هي البلاستيك المتسيح ده الرأس دي وهي بتنزل البلاستيك ليها نقطة هنا نص كتر مقدار البلاستيك البلاستيك رول البلاستيك تخانة السلك البلاستيك لكن الرأس الفيلم تحت يالي بتضغير ففيه بقى مثلا ملي ونص مين ملي تذكر اول ارقام بس عندها في جامعة 3 ملي ده لانا فاكر كويس تخانة يبقى انا لازم بجينيريت السيرفس ده اصلا ليه تخانة 3 ملي يعني حسن هنعمل تخانة هنعمل تخانة ازاي رايز هنكتب offset surface هاي وانت كتبت offset surface فرسم الاسهم دي الاسهم دي اقار عن direction normal النormal بتاع السيرفس بتاعي طيب ال Distance هنشغل بالصمتيمتر خليها 1 سنتيمتر بص هنا مكان علامة اليد تعالي زوم هنا عشان اخواتنا اللي مش شايفين اللي انا بصيت هنا فوق ال solid yes once in solid yes وهقول يلا بنا هيعمل التخانة بتاعتي في الفوق مثلا وكل صور خلينا بس نحرر ده شوية من الارض جميل او اللي انا شايف قدامي ده الابش سنتيمتر خمسة ميلي جميل ايه كمان يا حسب انا عندي الابجيكت بتاعي اللي هو نص سنتيمتر الخمسة ميلي ده عايز عمل ثري برينتين قبل ما عمل ثري برينتين لازم اعرف حال هعمل كماند اسمه كليبين بلين هختار من فوق من هنا ورح راسم كليبين بلين الله عليك انا ايه اللي طالعلي ده شايفين الكطاع ده الكطاع ده في الحقيقة بعد ثري برينتين هاي بعمل ازاي ده طبعا لانا عامله ده بلين قط انا لو حركته كده هيجيبلي الابجيكت بتاعي هو بلين طيب هو اصلا في الحقيقة البرينتين بروسيس هتبقى هتبقى كده رايز هيبدأ ان هو ينزل ده ينزل 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 وهو طالع كده الحاد لما يطلع البتاع بتاع كل كلام جميل عما حسب ولكن ولكن ايه بقى ثري برينتين بروسيس عبارة عن ان انا عندي ال وعندي جوه هنا في بيبدأ ان هو يعمل يحش اللي جوه ده بيعمل بتاع شبكة متقطعة كده كده في الاتجاهين دول كده في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده سنبوكسات على بعض كده كتير 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 أو مربعات واتفر بحيس نه ييمل كل اللي جوه ده فالجوه ده كله بيمحش بلاستيك شبكة من البلاستيك انا بتحكم في الكسافة يعني وانا بطبع بتحكم في كسافة البلاستيك اللي جوه الشل اللي بره سابتة لكن انا بتحكم في كسافة البلاستيك اللي جوه بحيس اننا البتاع ده قوة متنته قد ايه قد ريجدتي بتاعت البلاستيك اللي جوه قد ايه وها كذا ولكن كله مكتر البلاستيك الوقت يزيد احتمالية ان الرول طبعا فيه برينتر برينتر ربعمائة وخمسين متر مثلا او خمشمائة متر انا انا امعرفش انا مش فاكرا طبعا ربنا يخلي كورونا وقعدة البيت انا بص الكرشي ضرب anyway نرجع لموضاء البكرة برينتر عمال يسحب من ايسحب من لو البكرة خلصت والصوفت وير مفهوش سيستم هو ويف فكل اللي انا عملته باص يعني لو عملت كل دي كل دي وبقي الحتة الصغارة دي والبكرة خلصت والصوفت وير مفهوش حتة يسجل البرينتر وقف انا هرم الشغل وكل اعيد من الاول طيب فيه برينتر لو وقف بقدر يسجل وقف في الجي كود مش انا قلتلكم انا رجعت البرزنتيشن انا قلتلكم في انا انا اسمع الجي كود في فايل في system الجي كود عبارة عن زي text فايل كده المهم التكست فايل ده والمكان هبتغر هبتغر سطور منه كأنه بايثون مسك هبديكم مسئل كأنه كود هبتغر سطور كتابية واحد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس واحد واحد اثنين ثلاثة خمس واحد واحد ساعة ثانية تسعة اللي هو ايه المصار بتاع النقط اللي هي بتقعد تتتبعه عشان تعمل في ايه printing process بتاعتي ففي مكان لو وقف في الصفر رقم 18 يفتكر ان هو وقف في الصفر رقم 18 فانه ينفع اغير البكرة واعيد تشغيل المكان لكن معظم المكان لو وقف عند صفر رقم 18 مجرد نوع وقف نيسي هرمي الشغلة عين من الاول انا فاكر انها كنت بضع مرة عند الناس في ضرب 17 18 و ازف فكأتا عطل منهم البرينتر بعد اما خلصوا شغلة وخلفت 2000 جنيه بلاستيك مثلا قطعت الكعربة وقفت رميناها وعدنا من الاول طيب نرجع تاني للراين الرغي الكتير ده هدفه ايه ان الناس تاخد بالها ان انا لازم اعمل تخانة وانا بعمل offset surface اخترت من فوق solid yes and then once now وصلت اللي انا عامله ده فانا متأكد ان البتاع بتاعي ده الشغلة بتاعتي دي ال scale بتاعها fitting هو ال printer size بتاعي طبعا لا يفضل ان هي تقرج من هنا كل ما خلي فيه مساحة براح يفضل طبعا ده رقم واحد total height بتاعي رقم اتنين ان انا اعمل التخانة وميكشور ان هي solid ايه كمان يا ابو حاسب ايه كمان لو انا وقفت دي هنا كده مثلا وطبعا بتفيت جوة ال printer وكل حاجة ممكن ان هي تحتاج عدد supports يعني ايه supports للناس اللي عندها زهايمر او زاكرة الدبانة لو انا بصيت هنا فالحاجات اللي نزلك كتير اللي وقفة البلاستيك دي supports شايفين كل ده لو هي وقفة كممكن يبقى أقل طبع بتاعي نرجع هنا طب خلان خلاني بقى ايه احنا هنروح نجرر دلاتي هناخد دي ونيجي هنا في file ونقول له export selected طبعا هعم 3 printing lecture خلاص احنا دلاتي بقى ايه بنبريزنت فاحنا ممكن نسميها مثلا 21 و واحد بقية 2101 لعلها هتكون سنة كويسة لأ انا مخدتش بالي من حاجة انا المفروض اخليها STL STL فين بقى ال STL هبقى حسب لو انا بصيت هنا STL STL اه STL انا هنسة اخترت ال STL خلاص هقول له save جميل هقول له اوكي مش هلعف حاجة مش فارق معايا دلوقتي انا كده export ال STL بتاعي هروح هنا هنفتح واحدة جديدة ولا اقول لك هنكسب وقت هعمل بس ايه ها exit ال preview هعمل delete ايه الشغلة القديمة وننزل الشغلة الجديدة على وضعها من غير ما اعمل optimization هimport انا سميت 2101 نزلة صغانطوطة ده طبيعي جدا بيحصل مشاكل scale هدوبل click عليها طبعا software ده license الجامعة ده مش بتاعي فده license الجامعة امريكية انا بس لازم اقول يعني هحط zero اقول اوكي طيب اقول له done انا كده زبطت scale بتاعي طيب انا دلوقتي هشتغل بالطريقة البلد العادية زي كل الناس فانا بعد اما دخلت الشغلة بتاعتي هنا فانا بزبط البروزيس انا هعمل exit ممكن اعمل add هي هي انا phelix bro brinter ده brinter اللي عندنا بكلية bla ده نوع الخامة اللي هنطبع بيها ده لو احنا هنطبع طبعا احنا مش هنطبع على حاجة النوزل ديامتر بتاعنا مكتوب قدام هو 0.35 ده النوزل ديامتر بتاعي هاجي هنا layering layer add A عندك زي ما احنا شايفين بقى ايه ابدأ هنا بعض الحاجة بقى زي graph مثلا graph ده طبق بلاستيك على الارض بحيث ان object بتاعي يبقى في حاجة ثابتة بلاستيك ينزل جامد يثبته على الارض زي ايه graph ده بحسب ورين كده بصوا كده لو انا جيت هنا شايفين بتاع اللي على الارض ده ايوه ده يالله يا وقت ايوه ده لع الارض البيت ده اسمه raft عبدا نرجع هنا تاني جميل raft بتاعنا الف اللي انا قلتلك عليه اللي هي التقطعات اللي هتحشي ال in between الش بتاعتنا support هقوله generate supports وياجي هنا طبعا هقوله الف بتاعتها add a distance add a ratio maximum angle مهم اقوله اوكي اقوله prepare to print هيبدأ ان هو ايه generate دلوقتي بي generate بي generate خلص لو انا بصيت هنا انا عندي support بتاعتي vertical اهي وعندي m في الجوه اهو باي لو انا بصيت هنا شايف انا عندي external shelf وعندي m في الجوه فاي ايه لازم تحسب الكلام فارغ ده تعال هنعمل play كده هنا بصو هنجيب من الاول عشان نستشوف من الاول بص اهو فيبدأ ان هو ايه طالعوا واحدة واحدة اهو بيعمل layers بتاعتي لو انا طبعا ايه ممكن ناجي هنا preview by lines لو انا عملت هنا كده اهو يبدأ يقول للي ده كده three printing process بتاعتي لما اشغبت رائل عادية طيب ايه الفرق بين دي وبين اللي انا بقولوك عليها بتاعت المش mixer الانف اللي جوه هو الshell bar والارض ده raft support ايه الفرق بين ده وبين اروح بالمش mixer هنا لو احنا بصينا كمية بلاستيك برج البلاستيك ده كله سيترمي في الارض الاسف واللي هناك ده كله الاسف برضو سيترمي في الارض الحاجة بتاعتي في الاخر هي الصغيرة دي طيب ايه لازمت بقى المش mixer نعمل exit preview ونرجع بظهرنا تاني نروح للمش mixer الحاجات اللي احنا شايفينها دي طبعا نعملها ازاي طبعا خليها نعمل right click نفتح واحد جديد ويمكن نطلع رزقوك واسع لو طول هوقفها لو ما طولش يببها شوفناها الروح هنا 2001 دخلها be import be import هو مازال be import طبعا هو بيقطوها تكبير يعني فبونس نوع دخل كده عايز تأكد millionets اول حاجة بونس نوع مع three printing لازم اتأكد millionets دايما بدي المشكلة دايما بيروح للملي فانت ممكن من الاول تباشغل بالملي انا بحاجة باشتها بالصنطي وارجع عدلها كده بحيث تبقى بالملي تمام تمام بعدين يا حسابول البتاعة مش في مكانها هبدأ عملا transform وحرك البتاعة دي بحيث ان انا تفت جوة printer bit بتاعتي طبعا انا هنا مش شغال فيليكس دا ممكن بحيث 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 تانية لو انا جيت فوق هنا اهو ميك ربط لو انا جيت على السهم دا بختار بصبعا ما انا معرفش هو هنا فيه فيليكس برينتر ولا بس لان انا بالنسبة لا بتفريش اوي لان انا بروح مصغرها سنة هنا وانا عارف ان صغرتها بس كيل قد بس مش موضوع دلوقتي هنقول ان احنا ايه هنأكسب انا عايز صغرها عشان برضو لو حد عايز يعرف شايفين المربع ده كده انا كده صغرتها النسبة الصغر بتاعت طبعا مروح صغرها عراين وارجع تاني وقص المهم انا كده صغرتها لان في الحقيقة اصلا مش هعملها لحد دراس البد عشان ما تاخبط ش طيب عايز اعمل الصبورتات يبقى حاسم هاجي هنا بقى في الاناليسيز واقل الوفرهانج الوفرهانج دي اللي هي الصبورتز بتاعت اللحمر دا هي الحتة اللي هتاخد صبورتز ما لو قطرت دا بسكة اللحمر بيزيد باشا شايفين اللحمر زاد لما انا عالليد دا خليه 70 مثلا كده كده كل الحتة دي كده الحمرة دي تاخد صبورتات ماشي جميل صبورتز جنيراتور هنا بقى يجيب لك بقى الانجل بتاعتي ايه الدنستي بتاعتهم والهائت او 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 اقوله جنيراتور يقول جنيراتور البروسيس دي بتاخد عراند 20 ل30 دي حسب الجهاز بتاع الجهاز بتاع كويس بس still taking a lot of time طيب بعدين once now خلصت هياخد الـ out product ودخله هنا بس انا لما دخله هنا هعمل حاجة بقى هروح في added في الصبورتز والغي generate support فلما لدي generate support لان انا مش عايز انا مش محتاج vertical support لان انا قريدي زي دي كده هي جاية بال support بتاعتها طيب هو ايه هيكمل وانتل انه يخلص انا عايز اسمع اسئلة الناس لو في اسئلة لان انا ايه او او لان اعايز اقول النهار هاتيكو عنده اسئلة هيقول ما هو ايانا حمار وما وصلتش المعلومة يالنص ايانا شاطر او لا لا اكيد شاطر او هادوكتر والله كل ما يدون هو ممكن واحد يشتري الطبعة ديت ويخلت اطباع له طبعات تانية انا اجمد اول ايه ايه انا اشتري طبعة وخلت اطباع لطبع لطبعات تانية ما عندي ممكن طبعا يعني لو حضرتك عايز تديزاين 3D Printer حضرتك اه اذا مش حسكت تشتري لها بقى انت ممكن يعني ببقى ان احنا عاملين share للسكرين والناس كلها شايفة احنا فين ففي ويبسايت اسمه Instructables ايه كده على ما اتذكر ايوه ايوه هو الوقت ده انا 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 لو على الويبسايت ده كتبت مثلا هنا 3D Printer اي حاجة هلاقيه يفتحلي 3D Printer كامل والبيسيس بتاعته وانزلها وممكن حاجات اقطعها لازر حاجات عاملها 3D Printer full specs اه open source full specs الكل المكان وعد اركب وعمل كل حاجة وانزلها واجمعها تشتغل طبعا ده قائم بس فيه ناس في مصر بتصنعها يعني الناس اللي هي وانا بصراع عصرت اتنين في مصر صنع عالم من العلماء احمد عادل صاحب شركة مجسم شركة بلفت العالم كله يعني بفترة اللي فاتت عام 3D Printer بتطبع اسنان وفيه الشباب اللي هم بتوع ضرب دول اللي هم في المعادل بيقدر هم يصنع 3D Printer والخيس يعني انا فاكرة 3D Printer ممكن بعشرة 3D جنيه بواحد يعني مش محتاج طيح حد عن سؤال Can I generate support on Rhino using Grassoper والله محمد ممكن تعملها انا معرفش بصو مش حاجة على Rhino مفيش حاجة مستحيلة واقدر اقول لك ان انت اجابت لان سؤالك الجميل انا فتحت food for Rhino هنا اهو وراحت جاي مشكورا مش هدخل Rhino بقى هتشاء هفتح Grassoper بقى وراح جاي هنا وانزل ودور في Categories انا عندي لو في 3 Printing اعطاك 3 Printing في Additive Manufacturing اهي ممكن نخش عليها هتلاقي حاجات كتير او تتكلم على 3D Printing هتلاقي انا واصل انت مش محتاج انا يعني متعرضت لشغل محتاج ده بس انا واصل انت لو دورت هنا كويس هتلاح حاجة 3D Printing ممكن تكتب هنا طبعا 3D Printing ممكن تلاقي يعني طبعا بس حاجات تتكلم عن Robotics احنا بتتكلم عن skill اصغر بكتير يعني يعني هي مش دول زا الطريقة التانية بقى مش انك تكتب انك تعلم بس على Additive Manufacturing وتبدأ انك تدور المننفاكتش هتلاقي حاجات ده فورشور ده كلام هل ممكن نعمل support الحاجة طلع من sketchup على مش mixer لان مش mixer بيشتغل على mishes ده اصلا ما بيفهمش اي حاجة غير المishes STL type of mishes فان هطلع من sketchup يام STL يام OBG وارغ مدخله في مش mixer وكمان ممكن عمل التشيك على مش mixer ان انا امكشور انه صالد بتمام تمام ينفع هل ممكن اعرف 3D printing وصد لفين في مجال الهندسة المدنية في مصر في مصر لا في مصر اسئلة معرجة دي في مصر لا مفيش يعني مفيش مثال يذكر لو كلمنا عن الامارات تقريبا قدروا يعملوا لو كلمنا عن الصين اقول حضرتك ان في مبنى عملوا ستيفن ما الاتجان العمدان مثل 3D printed مثل يعني عمل بالاش في قاعد اوبرا ستيفن ما بنفسها دلوقتي في الصين الحيطان كلها فيها ornament كلها 3D printed مثل ومتدبسة او متطعامة في الانتيرير بالكامل بس لسه احنا نصر شوية الناس الناس اللي عايزة تذكر عن 3D printing طبعا الكورسات كتير يعني اعتقد EDX مليان يعني انا بشتغل من على linkedin learning و ليندا لان انا عندي account بس ما عطقتش كل الناس هتعرف هتكلم عن طباعة المكتات المعمرية بشكل عام وطباعة المكتات المعمرية بشكل عام هو اللي احنا ميقول وده حص اي حاجة اللي احنا حكناها دي تورديك طباعة المكتات المعمرية وصلت الفهم في مجال D printing ممكن اعرف الهندسة مدايان فاصل وانا احنا قلنا هي فاصل الموضوع يا بش وانس عمر عطلان شوية بس ماكملناش وكان فيش شركة واحدة في مصر اللي هي E-construct اللي هي فرعها بتاع دبي عمل المركز المعلومات الكبير اللي معمول 3 printing اللي هو اول مبنى الطبعة في الشرق الاوسط بتاع دبي دي لها فرعها في مصر عملوا 3 printing لا لس مفيش اذا عرف اقصى ابعاد ممكن عملها في البرينتر ديسكتوب لا يا بطل دا سؤال مش المحلو ليه سؤال مش المحلو لان هي ممكن تصنعها في البيت زي باشوانس عمر سألني انت ممكن تجيب مهندس ميكاترونيك يصنعها لك انت ممكن تعملها بالأبد اللي انت عايز انت ممكن تعملها قد كده وممكن تعملها قد القد طب راحتك وصلت لإيه في الاكستدامة العربية في مصر العربية احب بقول لك ان ستيفن مو هو دا اقول ستيفن مو كتير لان هو درس في ساي أرك وعمل ساي أرك شانجهاي وطبعا عنده أسيتس الجماعة الصينيين بيصنعهم الخامة ويصنعهم مكنة فطبعا عندهم كل الممكن انهم اطلعوا على الترنت فسي ما شفناش قبل كده فس انا امتبع على ويتشات طبعا ما بينزلش على فيسبوك المهم عمل فنوسة عربية مثلا تلاقي فنوسة عربية دا امبدت جوه الماتيريال بتاعته الباغة دي رسومات بقى وكلام وكتابات وقص عمل فنوسة عربية طالعين منها زي شعر كده بيتحرك ازاي مش عارف ايه طبعا فيها جاكت كتير الناس دور على ستيفن على قد ما تقدم هل ممكن نطبق كونكريت او طبعا الكونكريت يا زهير باشا اقصد السبورت سبورت هل ممكن تطبيق هذا المهم تعليق على قضاعة الكونكريت رئيسي الابعاد مش فاهم يعني ايه توصل للسبورت السبورت اه السبورت اه لا بطل لا لو انا عشتغل كونكريت فده ماسيف ماسيف استركشور ده ويت دد لود رهيب ففي الحالة دي هبدأ بقى ان انا اتجه للحتة تانية خالص للمعلم من هو المعلم بقى اسمه اميبة عايقا نشوف على فوف الراينو ده بتاع استازنا ده يعني الراجل اللي عامله اميبة للأسف مش هن اه اه اميبة اميبة اللي هي المرض اللي هو بتاع المعدة ده هو اسم بلواجين عليه مش موجود هن اميبة ده بلواجين عامله دكتور ميكي اكسي اميبة ده بيقدر ان هو يعمل بس بأيجينت فيقدر ان هو يعمل نفس فكرة اللي مش مكسر عملها دي بس بستركشور السيميليشن يعني هيعمل سيميليشن ويل جينريتين التري دي لكن هنا عشان هو في الاخر بيعمل بلاستيك انا عمله بقوله على ميكربوت ميكربوت دي بتاع ادي كده بيقلي بلاستيك وفي الاخر بيعمل بلاستيك فالانشائي بتاعه مش ازمة لكن انا هو مش تغل على الساببورت فيه كونكريت سعيدة اقولك اميبة ده الميجور بتاعك الميجور المعلم شكر لازم اورغلك يا زهير بي اميبة بلاستيك اللي بتطبع بمادة بس هي اللي بعشر تلاف تقدر تجيبها في البي هل ممكن اعرف ابعاد اللي ما كان طبع عشان مباني زي القصر لا بطل مين اللي بيس السؤال الهلو ده رادة درس يا رادة مباني زي القصر خلان نتكلم على two scales scale حاجات صغيرة تمثيل زي اللي هم مشوف على النت جاعة مركاب تبقى منزليها دي تمثال رأسه رأسه ورأطوعة بحيطها من رأبته فطبعتها وركبتهم على بعض ده scale في scale تاني خالص ان انا عندي monument وابدا اطبع عليه ما حدش يستطيع لها scale monument هم جربوا على scale حاجات صغيرة فمباني زي القصر بيتضعوا ب very different material عشان يببين زي ما بيجي رمونه مثلا حاجات concrete يقولون هم لطخين كده ايه يقولون بلد الاسمت على جدران المعاب عشان تبعرف حتة القدية من جديد نفس الفكرة بالظبط طيب شكرا لكم العفو نزلنا كتب ارتور بتدناسكي لو هو شاف الحتة دي ممكن يحبسنا هننتخطها اقصد لما نطبع مكت انا اضطر اعمل كذا جزء من المبنى لا طبعا ممكن تطبع المكت كله على ايوه دعمت يزوير بي لو عايزين نطلع بعض محض ويكرا اكتر عن الموضوع للأسف انا مقدرش اقول لكم وبعتول كتب مسروقة عشان كده حرام اضوار عنك يا ارخص طبعا ممكن نستخدم ها كالطلبة في مشاريعنا ان انت تروح للراجل اللي انا بتاك علي بتاع المعاددة خبعت لموانس عمر بتجي بتاعته حطها يعني اتاشفة مع الفيديو الناس كلها تلاقيه اسمه موانس عمر اه نعم شونس احمد 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 امرض شونس احمد ايوه انا احمد تاني لا لا العفو دكتور لا لا العفو احمد 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 لو ممكن احمد تعيد الشرح بس منخص سريع ده ممكن لا صعب ده انا بقلي ساعة احمد مين احمد 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 شرف مين احمد شرف ده ولا مين لا واحد ثاني واحد ثاني اه طب هتلاقي المحضرة متسجلة كاملة انا بقلي ساعة سامحني انا يا ناسف وتعبت وعيز اروح انا لسه في المكنة انا غالبان اه بفلوس اه اه اللي بفلوس انا مش عاربت كلمة علية بس ماشي ماشي ه bagics how does the 3-print react if the model is solid but perfectly small فاطلع تماما smooth لان انت imana تنفيدي هنا هنا هنشغل دي context هنا 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 في layer و هنا نزل diameter كل ده انت متحك فيه V V o ko vi jän لحد أحطه مشكورة من رغب التطوع بين أريبيا؟ لا طبعاً بيزبق تدخل كترة على الرعاني لازم تحليها طب أنا الإيميل بتاعي أهو أحمد حسب at auc.aegypt.edu ده مبدأي هقول لكم الفيديو بتاع الفيس بوك رجاءً بقى وإحنا إيه بالمناسبة وإني فكرت الحمد لله أنا يعني عندي خمسلاف فرين ورجاءً اللي عند سؤال يبعتلي على الفيس بوك مسانجر بس هتأخر عليه في الرجل الناس بتزع لما بتأخر أنا من ناحيتي أنا بيبقى فيه ألاف مئات بعطين يسألوا فالناس سامحني عشان بس بلاي الناس بعطيتلي على ما انت تفهم كده فمتردش علينا ليه والله يعني تزلي غصب عنه مش بيدي أنا مش بتأخر طب أنا عايز أعمل share لللينك لو أنا خدت ده كده اهو copy وحطتها هنا اعتقد ده يوديكم للبيج طيب واللينك دهين كمان بالمرة عشان انا بعملنا كل الواجف اللي علينا اهو اللينك دهين احمد حسب كنترول c نقدر نتابع اللايف فين على الانهيبيج والله ربنا يدينا الصحة وطولة العمر طول ما بين قريبة موجودة حنشغالين عليها وهتلاقيها عندي على الفيسبوك بتاعتي ده لينك دهين بتاعي انا بعتتلكه هنا الناس عايز تعرف details اكتر عن اي حاجة بعض الحاجات هتلاقينا حطوتها وكاتب عنها شرح طيب خلاص كان شاهد فيش اسئلة تاني بش فانس عمر حضرتك محتاج مني حاجة تاني ولا براقة لا لا استنا استنى دكتور لا لا زمن كان في سؤال كده يتقال ايه يقولك الفرخ الاول و البيضة بتاك jesteالسؤال دوت الفرخ الاول و البيضة هلو فكرنا كان في سؤال كده يقولك الفرخ الاول و البيضة يعني مقابة في بحس علمية بيقول ان الفرخ الاول يعني اساس البورتينو كده دلوقتي بقى لو مصنعチャب صنع االات تابني مصنع فأنا الأول، المصنع ولا الآلات اللي صنعت المصنع؟ الأول للمصنع أو الآلات اللي صنعت المصنع؟ لأول البنيات أدمين suman البنيات أدمين هم اللي هيبنوا مصنع الأولاني والهم اللي هيبنوا مصنعهم مصنعORD يعني خالي نقول إن الناس لازم تنوت نفسها بجد تتعلم يعني أنا في 2007 كانوا في الكلية بيترودونی مستكشون دكتور عحمد عبدين ربنا نديله الصحيح تطلو عمره ويباركله كان بوله طلع بره انت بتضحك عليا وبالضاعي لوقتي بتردني مستكشف تجيم تياس ورده في الاخت بس كان بتردني في الاول ما أعلن بس النهاردة مثلا دكتور ام كذا كلمني عشان علم يبدو مثلا عشان هو سافر انجلترا دلوقتي يدرس بس لما كنت انا عنده في المادة كان بيروقني فعادي بستسلمش يعني ناس بتتعلم انظرنا نشتغل لحد ما احب لها بيتش في الكميتي انا شاف في البداية كويسة يعني ربنا يتردنا ان شاء الله باش مانس حازم تفضل حازم ربنا ماندر ماندر دلوقتي انا كنت بأطبع تمثال سريد برينتينج السوط مش وضح انا كنت بالربط ان انا اطبع تمثال ارتفاعه 2 سنتي على سريد برينتينج صاحب المطبعة قال لي ان بازت بازت منه اه لان 2 سنتي كنت بتتبعه بلاستيك صح اه بلاستيك برينتر البلاستيك ماينفعش كل سكيل الصغار قوي ده ليه بقى؟ يعني برينتر البلاستيك بصه وينفع عشان بواضحين يمفع 2 سنتي؟ 2 سنتي دي يعني يقدي كده هو تمثال تمثال فجر انساني ما انا عارف بص خان اقول حاجتين اولا ينفع ولكن لازم تبقى برينتر كويسة النوزل الجديدة الكلير بتاعها سليم مظبوط مع الوقت وكتر الاستخدام بتوسع او بتاديا فاهم؟ هل تبقى مظبوطة؟ في حاجة اسمها ان انا بقى اوفر رايت السرعة بتاعتها الاسبيد والهيت فهعلي الهيت وهقل الاسبيد قوي هتبقى ماشى بالراحة وهكتر قوي الانفل بس انا برضو فيه لمت يعني النوزل بتاعتي ميلي ونص اقل حاجة فلو البتاعها 2 سنتي وفيها تفاصيل عينين ووش ومنخير ودم مش تلحق تباني حلال وهي ده روح عملها سيراميكا ولو عملتها سيراميكا ستتكسر مني حلال وهي ده روح تطبعها مثل بس مش موجودة فانصر فانت الاسهر روح سامير روح علي اشتري العسكريين دول واشتغل بيه تمام بشنوص محمد دامد سلام عليكم انا سؤال مشاريع جدتنا دكتور انا عندي موديل راينو شغال عليه في حوالي لفت ما بين 12 ل 14 كيرب انا كتبت لحضرتك السؤال بس انا كتبته خلط للاسف انا اصدت انه نفسه بس فيه اجزاء منه مش مش موجودة يعني فيه نقطة مبين الكيربات اللي انا بغضص بها هتلعلك كما هي بالظبط يعني مش هيراها كأرور مش هتكون مشكلة انها يعني مش هتبقى أرور بس اما حاجة انها تبقى جوين 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 اكيد اه اي يعني لو عندك و رح تضرب واحد تاني فيه كده عادي بس يبقى جوين وعملوهم ايه جوين او عملوهم بولين يونيون مثلا افضل كمان مرحوم مرحوم شكرا تمام شكرا لحضرات بش مهندس جهاد او بش مهندسة جهاد ساعة القصر هل تصميم المبنى على الرينو يدمنى انه ممكن ينتبع 3D بس كيلور حقيقي على الواقع زي مبنى البلدية بدبي او في محدد معينة اه بس هو موضوع بقى مش هيبه رينو هيبه رينو ومحتاج ان انا اجيب الناس بتوع الستيل ستركشور يميلو ديزاين ويشتغلوا تيكلا وودي الستيل بتاع ديزاين بتاعي ده التيكلا بيدخل على الجراسور بيكونكتو مع بعض والرينو يودي الجراسور والجراسور يودي التيكلا فقدر اجمع كل حاجة مرة واحدة عشان اعرف اطلع المنتج بتاعي شكرا انا اشريك دي فانا عشان اقدر اطلع منتج حقيقي سكيل وان توان لازم انتجريت الستركشور مع الاركتكشور ما ينفعش اعتمد على الاركتكشور بس هلقلت كلمة رينو بس وانا كده بعمل بايه بلاستيكة مثلا زي دي لكن لو هعمل سكيل منشأ مش هينفع لازم اكلم على تيكلا لازم اكلم على بيم تول زي رينو بيم زي فيجوال ارك على رينو زي ريفت زي اركيكاد بقى بيم بقى بشانت عمر هو اللي يحكي انا اخمار في الحاجات دي ايه تاني في حد بيسأل عن الحاجة اللي بتتبع دلوقتي بيكتمل عليها بتتبع دلوقتي ازاي الحاجة القطعة اللي بتتبع ايه اخبار القطعة اللي كنا بنعمل لها تبعه اه للأسف لما انا نزلته تحت فالبرفورمانس بتاع الجهاز مافهمش انا بعمل ايه فارح ماكانسلها لان هو بيبقى عايز البروستسور كله ماينفعش ان انا نزله انا كنت عارف نوه يفصل عن متن بس انا كنت عايزة وريهم بس هو بي تاني يعني ولذلك انا مجاهز التاني اللي هو ده ده بزبط انا مجاهزها لان انا عارف نوه يفصل بلا اسف انا هالفة سئلة تانية سئلة تانية سئلة تانية اصدقان الاعزاء الحمد لله طب انستاذنا حضرك بس ناخد سورة جميع مع حضرتك يا فندم ده انا تحت امرك باني انا ممكن اركبلك نفس الفوتوشوب في نص الشاشة اطلع عمود المنسيدي ماكس ينفع دكتور رحمد من الناس الممتازة جدا في الفوتوشوب وليه يعني ما شاء الله قولاته جوالات شفتك موضايا طبعا مصطفى جابر بي عمل الفوتوشوب زهير ماشا صباح يعني انا تحياتي لك من القاهرة الى انجلترا طبعا زيزي انا جدا ممنون لهذا المحاضرة الجميلة حيبالينا لقاء اكيد قريبا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله احنا عطينا الرابط احساس رابط تسجيل الحضور لو حد حابب بيسجل الحضور عشان ان شاء الله انطلعش هذا من دكتور احمد احنا غلابة خالص لا لا عفوا استاذنا ربنا زيدك انا ممكن ابعتلكم بتاعتي نوزع عليهم كلها دي عمل لنفسه انا شايف اصدقاء انا بيجو واحد ورا التاني او نور حازم بيه وشايف محمد اشرف حيراني نحط السماعة هنا وهنا ولا هنا بس احنا بيجو واحد و تجهو مننا الحضرات الله يكن اكدد انا بشكل حضرتك نحط نحط نحط